أعلنت وزارة الأشغال عن طرح مناقصة مشروع الحزم الرابعة من شارع البحرين الشمالي والتي تتضمن إنشاء جسر البسيتين الجسر الرابع بين المنامة والمحرق حيث يعتبر أحد مشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية وأوضحت الوزارة بأن أعمال المشروع تشتمل على إنشاء جسرين أولهما الجسر البحري الذي سيربط بين منطقة السايا ومرفأ البحرين المالية ويبلغ طوله 482 متراً وبعرض يتراوح بين 56 إلى 64 متراً ليوفر خمسة مسارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار منفصل للمشاة والدراجات الهوائية بكل اتجاه وثانيهما إنشاء جسر أحادي الاتجاه بطول 390 متراً وباتساع ثلاث مسارات مرورية ليخدموا الحركة القادمة من السايا والبسيتين متجهة إلى شارع الفاتح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر